شاعر رائع شاعر جميل فنان حساس الكلمة كنت تجد عند مجدي نجيب كشاعر الجملة لها معنا حتى عنوان الأغنية دايماً لها عنوان خلينا نتحدث باستفادة مع ضيفي الكريم وهو مش فقط هو ناقد ولكنه كاتب أيضاً مهم جداً الناقد والكاتب الأستاذ سيد محمود مساء الخير يا أستاذ سيد مساء الخير يا أستاذ الشفكي يعني الحقيقة رحيل شاعر كبير بقيمة مجدي نجيب هو رحيل لجيل قدم للأغنية المصرية حاجات كتير مهمة مجدي نجيب أنا لسه كنت بقوله كنت بلاقي حتى عنوان الأغنيات نفسها لها عنوان يعني مثلاً كامل الأوصف تحس أنك بتحكي حكاية مش مجرد يعني ما كاتش العنوين عنده مثلاً الحب الغربة الحيائل يعني قولوا لعين الشمس هي حكاية يعني دايماً عنده حكايات في الكتابات بتاعته كلام حديك صحيح الأستاذ مجدي أصلاً جزء كبير جداً من تبيزه أنه كان وراء ثقافة ومعرفة كبيرة بالإضافة إلى حساسية مفرطة وإحساس عزيز بالكرامة والرغبة في الاستقلال وأنه يكون فيه يعني ممكن نقول محراب خاص يعني هو كان شخص على الرغم من أنه اشتغل في الإعلام لسنوات طويلة وكان يعني كاتب صحفي ورسام صحفي ومخرج فني في مجلات الإزاع والتلفزيون وعلى الرغم أنه نال حظه من الشهرة في وقت مبكر إلا أنه كان عنده زهد شديد جداً وربما لا نجد له لقاء مثلاً تلفزيوني مصور إلا لقاء واحد لأنه كان بيحس دايماً أنه المساحة الفردية هي المساحة اللي بتمكنه من الإبداع والتعبير عن نفسه وكان بداخله شيء من الخجل والزهد وربما في لحظات كثيرة لم يكن يحب عادة الشعراء يحب من يغازلهم أو ينمي فيهم إحساسهم بذاتهم هو لما كنت أكلمه عن إنجازاته الفنية وطبيعة كتابته كان فوراً ينقل الكلام عن حد تاني لأنه ما كانش بيحب الحكاية دي خالص والأهم من وجهة نظري أنه كان عنده كمان تجربة نضالية خضها في بداية حياته التجربة دي عززت عنده هو كان في وقت سنه صغير بالنسبة لوجود قامات كبيرة كانت معاه في محنة السجن كان عنده هذا الشعور بأنه أقل من اللي حواليه لأنه طبعاً كان وقتها كل اللي كانوا معاه أسماء وأقامات كبيرة ولما اشتغل في الصحافة اشتغل مع أسماء كبيرة زي لو السادة رجال نقاش وغيره من الناس فهو ظل يعني يقيم تجربته بشكل يعزز عنده نبله الشخصي يعني بحس أنه عارف فكرة اللي هو يعني هو دايماً راجع وراءه يعني يعني مش يعني أو يمكن الزخم اللي كان حواليه كان بيديله الإحساس ده بالزبط هو كمان لدرجة أنه يعني قبل ما هي يعني يتزايد عليه حالة المرض هو طبعاً تعرض لمحمة فقد الإبن طبعاً وهذه المحنة أثرت عليه جداً أثرت عليه جداً وأثرت عليه جداً وأثرت على معنوياته وظلت حالته السحية تتراجع فمن خلال مجموعة من الأصدقاء قررنا نعمله مبادرة تكريم ونحن نكرمه في بيت الشعر هو رفض حتى أنه يجي يعني رحب بفكرة التكريم بس هو قال أنا مش من الأشخاص اللي بيحبوا يوجه الجمهور إنه هو وراء الشبابيك دايما بالزبط وده جزء من شخصيته جزء من شخصيته طيب خليني أروح مثلاً يعني الشعر الكبير مجدي نجيب كمان مش بس كان شاعر ولكن كمان كان صاحب دواوين شعرين يعني عنده أكتر من ديوان الحقيقة يعني آخرهم الوصايا أعتقد كان آخر ديوان قدمه فالدواوين دي برضو يعني كانت عملاله ثقل كبير ومختلف يعني يعني مش مجرد أغاني وشعر مغنية أنا عايز أقول لحضرتك هو أصلاً يعني طبعاً حضرتك عارفة أنه كان جزء من موجة كبيرة في الشعر العماء المصرية هي الجيل الثاني اللي جي بعد صلاح جهين وجيل الرواد وكان ضمن حزبة كنا محظوظين جداً حقيقة لأنه كان فيه الأبنودي وساد حجاب وعبد الرحيم منصور وفؤاد قعود وأسماء كتيرة جداً لكن هو كان صوت متفرد على الرغم أن كل دول كانوا مواهب كبيرة وكل شخص فيهم ليه بصمة لكن جزء من يعني تفرد مجد نجيب أنه كان شعر عنده شيء كده ممكن نسميه القلق الوجودي ولذلك ده موجود في أغاني بشكل واضح جداً يعني أما تيجى حديك تسمعي مثلاً أغنية زي سؤال بسألك في آخرة الترحال وصهر الليالي ومن أول لمسة أو لما نيجي نسمع مثلاً أغنية غريبة فعلاً اللي هي غريبة وغريبة أني أكون وحبيبة دنيا مبتسمة وقريبة وفجأة أكون زي الجنون جوال اللي هي فكرة الإنسان اللي هو دايماً يطرح السؤال ويشارك الناس فيه بالزبط طيب خلينا وإحنا نتكلم وده كان موجود في بيء من الزمناء لو فيه أي أغنية كمان ممكن من الحاجات اللي قدمها شاعرنا الكبير مجد نجيب نبقى نسمعها وإحنا نتكلم أو نرجع لها لكن عايز أسألك المرحلة بتاعة مجد نجيب ومحمد منير يعني أعرفوا الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور به أو أقدم محمد منير ليه وقال له ده من الأصوات الحلوة وكان وقتها هو أهم الأغنية القدس صحيح وأهم شيء أنه منير في الوقت ده كان بيطرح نفسه بمناسبة شادية هو طبعا الشهر الحقيقي للأستاذ مجدي جات بعد نجاح المبهر لغاب الأمر يا ابن عبد وطبعا جزء كبير جدا من هذا النجاح كان وراء اللحنة العظيم للأستاذ محمد الموجي طبعا أداء شادية الذي لا يشبه أي أداء وبالتالي ده كان يدينه كمان إحساس بالثقة الكبيرة أنه بيبدأ تجربته مع صوت يعني لها حضور شادي لكن العزز أكتر حضوره بالنسبة للأجيال الأصغر طبعا علاقته بداياته مع عبد الحليم حافظ طبعا دي كلها فترات متقربة كامل أوصاف بعد كده شغله مع فايزة أحمد وده شغل في حاجات علامات يعني ياخد حبيبي يا نامة العيون الكواحل طبعا في الوقت ده فايزة كانت ابتدت تحت تأثير النجاح الطاغي للشعبيات اللي عملها بلك حمدي طبعا إنها برغم أن أصولها السورية إلا إنها تتقدم بتقديم أغاني فيها طبيع شعبي شوية وطبعا الأب نوجي ومحمد سلطان ومجدي كان بيحب قوي بليغ وكان بليغ هو حكاية للحكاية دي إنه بليغ كان بياخده معاه معهد الموسيقى العربية بل بالعكس بليغ اللي عرفه على محمد الموجي وبدأت التفرد العلاقة من هنا طيب مرحلة مونير بقى لأن دي مرحلة برضو يعني شهدت بدايات محمد مونير وقوته بالزبط هو مونير طبعا زي ما كلنا عارفين وحداتك عارفة أكتر من أي حد تاني الحكاية دي مونير كان بيطرح نفسه في أواخ السبعينات باعتباره ممثل ما كان يسمى بالأغنية البديلة وجزء من الأغنية البديلة دي الرهان على قوة الكلمة مش بس اللحن المختلف اللي كان وراه الحج أحمد مونيب في بداياته أو بليغ حمدي لكن كانت الكلمة عنصر أساسي لذلك في الوقت ده غنى فوقت حداد سيد حجاب عبد الرحيم منصور طبعا اللي هو الضلع الأساسي في المسلس ده وكان الأبنه دي يعني بعيد عن التجربة دي لحد كبير على الرغم من أنه يعني كان شهيرا جدا كان عبد الرحيم منصور بيدور لمونير على الشعراء المختلفين فاتعامل مع سيد حجاب بنت ولد وتعامل بعد كده طبعا علموني عنيكي كان تقريبا في معظمه كان في معظمه لعبد الرحيم منصور لكن ظهور مجد نجيب امتد في تقديري أنه جزء كبير جدا من استمرار تجربة محمد منير مع مجد نجيب بقوة الكلمة بقوة الكلمة لها علاقة كمان بشخصية مجد نجيب لأن مجد نجيب مش متطلب مش يعني مش بيحب الفلوس ما عندهش ما كانش عنده مطالب يعني حياته كانت بسيطة جدا بيته كان مفتوح طول الوقت لكل الناس في نفس الوقت اللي ممكن حدركت تتأملي أنه مجد نجيب كمان اشتغل مع أجيال من الملحنين يعني ما أغلقش تجربته مثلا على أحمد منيب الموجي يعني أحمد منيب بعد كده لغاية ما وصلنا لواجه عزيز واجه عزيز كمان بيمثل جزء أساسي في التجربة دي من أول لأمسا عمل حاجات لروش دي كمان عمل حاجات لروش دي هو في بداياته طبعا اللي كان بيكتب أغنال عبدالحليم طبعا خلاص وشدي أما مش بحتاجه أكتر من كده طبعا أقوى ناس نجيب وأغنياته أنت ما بتبقاش عارف هو يكتب للحبيبة ولا يكتب لمصر يعني تحتمل المعنيين في أغاني كتير جدا طبعا هو ده جزء من اللي احنا بدأنا به أنه خلفيته السياسية كانت دايما فردة نفسها ناس كتير جدا يمكن بعد وفاة أستاذ مجد مبارح ابتدت تقرأ على السوشيال ميديا قصص مرتبطة بأغنياته يعني شبابيك الأغنية التي صنعت مجد محمد مونير دي غنوا وراء قصة سياسية لها علاقة بأنه تجربة اعتقال مجد نجيب في الستينيات أو يعني في أول الستينيات دفعته لأنه يرسل عتاب لعلى الرئيس عبدالناصر وكانت شبابيك هي هذا العتاب وبالتالي هو ما كانش بيكتب كمان النص التقليدي اللي احنا معتاد في الأغنية يعني ما بيكتبش كبليه ومذهب أو مرجوع يرجع تاني لنفس القلب اللي موجود هو كان أقرب ما يكون حتى وده بسبب طبعا بداياته الشعرية كان عنده ديوان في أول ديوان كتبه اسمه صهد الشتا وده بيمثل علامة في شعر العمية لأنه ما كانش ده في الستينات في الستينات الشعر العمية في الوقت ده كان غارق في الإقاع صحيح البنية الإقاعية الصخبة الكلام اللي فيه طنطنة هو كان عامل شيء غريب جدا بحكم وجوده كتشكيلي كانت العناصر التشكيلية والبصرية فيه أقوى بكتير جدا من البنية الإقاعية يعني هو كان بشكل صورة وصورة غريبة وفيها هل هنا حسه في الفن التشكيلي لأنه هو كان فنان تشكيلي رائع ولوحاته مميزة ومختلفة ورغما عن ذلك يعني إيه برضو ما أخدتش زي ما بنقول الصيد اللي يستحقه مجد نجيب يعني الناس ما كانتش بتربط ما بينه إنه هو الشاعر العظيم وهو أيضا الفنان التشكيلي يعني يمكن عمل معرض أو اتنين فقط يعني ما عندوش هذا الانتاج اللي عنده المميز هو لأنه كانت شخصية الصحفي أحيانا بتكون تغيق على شخصية الفنان الجانب التاني هو زي ما قلنا في الأول هو زاهد في الشهرة شخص يعني ممتلئ برضى كبير جدا رسوماته كانت ليها طابع التأكيد على القيم الشعبية يعني حضرتك لما تربطي قولوا لعين الشمس مع أعماله هتجد أنه فيه علاقة الجانب المهم كمان أنه كان بيحب يرسم الحكاية الشعبية الدراثية فهنلاقي عنده مثلا الأميرة ذات الهمة أو قطر النادة اللي هي زي ما حضرتك كنت بتقولي على الأغنية حكاية هو بيرسم برضو اللوحة بمنطق الحكاية بنفس المنطق فكان بيرسم الحكايات ديت ولذلك فيه موتيفات شعبية كتير ما احنا شايفين هو الشاشة دي بعض الموتيفات اللي هي برضو شبه أغنية وشبه أغنية وده مثلا آخر معرض عمله هو كان مهدى لمحمد منير لأنه كان عامل يعني ترجمة بصرية لكل الأغنيات لمونير يعني وفيها حقيقي رائع يعني كمان أنا بابقى حزين أن الحاجات دي لم تصل بالشكل الكبير إلى كل الناس يعني هو الحقيقة حتى لما كان في المحنة الصحية الأخيرة التي سبقت وداعه كان معتز جدا بنفسه لدرجة أن أنا لما كتبت على المرض والحقيقة بعد ما كتبنا كان في استجابة لمسألة علاجه أنا مثلا كنت حزين قبلها لأنه لم يانا الجائزة الدولة التقدري على قوة إبداعاته لأنه ده جزء من شخصيته هو شخص كان يحب جدا الاعتزاز بنفسه والبقاء في الظل بينما الجوائع هو حال المبدعين حال المبدعين حال المبدعين بيحسوا أنه أنا إبداعي واضح وبين وهو ده اللي نقدر أقدمه ولكن التكريم يعني أنا بشوف دايما أنه المبدع والموهوب والشاطر زي ما بيقولوا يعني لا يطلب التكريم يعني يعني بالزبط حقيقي طبعا أكيد أكيد لكن خليني أقولي وعمل لهني شاكر كمان أه ده أنا شاكر في البداية ياريتك معي ياريتك معي وده جزء مرحلة طبعا الموجي يعني هو كان بيحب الموجي جدا وكان بيقول أن الموجي شخص كريم كعادة الفلاحين وكان بيحتفي جدا بيه وكان يحب جدا الموجي الحقيقي وكان دايما بيتكلم عنه بشكل رائع كان بيحب وجه عزيز كمان أستاذ سيد معظم لوحاته يغلب عليها الطابع لون الشمس الأورنج ده موجود لون الحياة يعني هو غريب جدا يعني مجد نجيب يعني كان يعني يرسل الحياة وهو يعيش في الظل آه يعني زي بالغنوة اللي عملها للمونية ولحنة وجه عزيز بتاعت عصفور متدلع وفي قلبه حكايات بتولع فهو تصوره عن الطير وتصوره عن الشمس وعن الأفق كمان في حاجة قبل ما نختم أنه كان بيحب يرسم للأطفال وده جزء من برضو إحساسه بالبراءة هو كان بيعطي العطاء الأكبر في السنوات الأخيرة لرسوم الأطفال وده جزء من حالة البهجة والألوان المتوهجة دي لأنه ما ينفعش حد يرسم الأطفال ألوان مظلمة طب أنا كنت عايز أعرف منك قبل ما نختم كده على طول كيف كان ينظر للشعر والأغاني بقى في الفترة الأخيرة وانت قرامين من بعض هو كان الحقيقة في مسألة الشعر كان بيفرق بين الاتنين يعني هو كان بيعتبر الأغنية شعر لكنه شعر بمتطلبات تتعلق باللحن آه واللحن فكرة السوق دي ما كانش واردة عنده خلص يعني هو كان يكتب وبعدين السوق يطلب الأغنية لكن هو لا يكتب للسوق بالضبط هو بيكتب لملحن يعني هو يكتب مثلا فكان يكلم وجه عزيز يقول له أنا عندي أغنية جديدة تعال أخدها مثلا عنده أغنيات جميلة جدا مع المغاني الليبي أحمد فكرون أيها صحة ودي حاجة صحة الفنة ودي مرحلة برضو لكن ما كانش يبص مثلا يقول الشارع مثلا عايز كذا أنا عامل أغنية كذا هو يكتب من خياله لا خالص ما يكتبش لتأثير الشارع عليه وما حدش يطلب منه أغنية يعني ما كانش عنده حكاية يعني ما كانش بقى مطر بيقول له أغنية أغنية لا لا خالص يعني مثلا من أول لمسة أو ليلة منتصف التسعينات كان شغله مع مونير كتير وكان زي ما قلت لحدك مرتبط جدا بسعود وجه عزيز كملحن كان هو بيحب جدا المغامرة هو ما كانش يفرق معاه الملحن ده شاب يفرق معاه الحالة يفرق معاه بالزبط الحقيقة الكلام يعني لن ينتهي أبدا أنا دايما بقول إنه الكلمة لا تموت صحيح ولا ترحل الكلمة تبقى وهي الأثر الباقي دايما وده بيأكد كلام حضرتك إنه على موقع التواصل الاجتماعي الأشخاص اللي تلع مجدين أجيب جزء من ذكرتهم هم مش منتبهين لأنه ما كانش عنده إلحاح إعلامي صحيح الناس اكتشفت إن كل الأغنية الحلوة دي اللي بصرف وجداننا يعني هو شكل وجدان أجيال مختلفة حقيقي وهو يعني هو جزء من ذاكرة الحقيقة كان يستحق أكتر من كده بكتير أكيد الكلمة الأخيرة أو الأغنية الأخيرة أو كلمة الأخيرة اللي هي تبقى عنوان مشواره كامل الأوصاف ولا حاجة تانية أنا بحب يعني كامل الأوصاف بحب غاب الأمر هو فعلا الأمر هو أمر حقيقي لأنه غاب الأمر دي فيها تشكيل شعري غير متكرر في تاريخ الأغنية المصرية ليه ختم بالوصايا كان بيوصي في الدنيا ده دي وان الوصايا أخر حاجة هو كان عنده دوين كتير حقيقة وأنا أشكر حضرتك لأنه دي مناسبة أمنيته الوحيدة الأخيرة التي طلبها مني وطلب مني أن أنا أتولى هذا الموضوع هي نشر أعماله الشعرية الكاملة وفعلا اتفقت مع الصديق الشعر جرجس شكري حين كان يتولى إدارة النشر في هاية قصور الثقافة على ذلك لكن هو بعد كده خرج من المنصب وتعطى للمشروع وأنا أتمنى أن تقوم هاية الكتاب أو هاية صور الثقافة يريد يعني إحنا نتمنى إذا كان لم يحصل مجد نجيب على الجائزة الدولة التقترية فأعتقد أنه ده دور يمكن يكون وزارة الثقافة كمان تقدمه أنه يتم حقيقي نشر دووينه أعتقد دي تبقى يعني أفضل تأبين لشعر كبير زيه شكل وجدانا شكل وجدانا أجيال كتير أنا أتمنى أنه يعني في برنامج حضرتك وأنا أعرف أنه يعني بتشاف من هيئات ومن جهات ومن مسؤولين عن اتخاذ القرار أتمنى أن تتحقق لمجد نجيب هذه الأمنية حتى وهو في رحاب الله إن شاء الله تتحقق أمنية مجد نجيب ونرسلها رسالة إلى دكتورة نيفيني كيلاني وزيرة الثقافة بأنه هذا أجمل وأفضل تأبين لموهوب شكل وجدانا أجيال مختلفة كتب الكلمة التي تصون الوجدان المصري مجد نجيب ننتظر أنه يكون في الحقيقة تكثيف وأنه يتم طبع دووينه ونشرها بإذن الله وأعتقد دي أجمل حاجة ممكن هو يتركها في النهاية بشكرك شكرا جزيلا وحتبقى الكلمة الحلوة دايما ومصر ولادة أكيد يعني أنا لشكر لحضرتك وشرف كبير إن أنا أكون معك أكيد شرفتني الناقد والكاتب الأستاذ سيد محمود شرفتني دوري اليوم في التاسعة انتهى ولكن حاولنا النهاردة ما بين التاريخ والكتابة والمجتمع والسياسة والكورة إن إحنا نقدم هذه الوجبة الدسمة في يوم الخميس غدا تستكملون مع الزملاء التساع الزميلة العزيزة هدير أبو زيت أما أنا ألقى حضرتكم بإذن الله الخميس المقبل في رعاية الله